محمود قال لي مش هنسكي أبداً تعالوا شوفوا قال إيه على مصر مصر أم الدنيا مصر حلوة كثير جميل والله إنت اللي أجمل يا محمود مصر حلوة طبعاً بس إنت كلامك ده عجبني أبعشك ألت أصورك محمود الجميل ده قابلته لما كنا في مخيمات النازحين السوريين في لبنان وبنوزع مساعدات على أحد المخيمات فإحنا كنا جيبين لهم سنة الغذائية وكاد حاجة زيادة كده فكرة حد إن إحنا نحط ألعاب وحطنا كرة ولعبة نط الحبل حاجة للسوريين وحاجة للبنات الأولاد كلهم فرحوا بيها ومحمود أوله وهدي نقف هجأ إن حمود ما أخدش كرة ليه لأ عشان محمود مش عايش في الكمب اللي إحنا كنا بنوزع فيه عايش في كمبتنا إحنا وكونا شهنروح ومش عاملين حسابنا عليه واحد سعلان صاحب علي قوي بس أد أخي المسؤول يا طرح عندك كور زيادة بصراحة ما كانش عندي أي أمل أصلا إحنا نلاقي كورة زيادة ولكن لحسنا حظه ورزق ربنا ليه لقينا كورتين روح تجبتها من العربية ورجعت محمود شفت لقيت إيه أنا كورة كورة ديت مخصص عشانة ولكن ولكن دي لكل اللي لأس أطفال يلعبوا بيها تمام الكورة التانية سويا إنت مخيم التانية هتلعب الناس بكورة ولا هتلعب لوحدك أنا أتلعب أنا أتيالي محمد يلعب محمد محمد ومحمود فين محمود مشي محمود أخذ الطابة وفر على طول لو ملعبتش أصحابك أنا حازع على قول محمود طار بالكورة حرفيا أخذها فورة ومرجحة على الخيم عنده ورجح تاني خالص عشان خاطر يتطمن علينا كممكن يراوح أصلا وما يشوفناش ده مش رجح وبس ده فضل يمشي ورا الباص ويسلم علينا وبعدين كان وقف يتكلم مع زميلي في الحملة فأنا سمعته بقول أسماء وأنا كنت في الباص قلت له محمود انت فكرني قال لي أيه وقلت له أنا اسم إيه قال لي أسماء أنا استحالة نسكي أبدا كلمة اختركت قلبي كده وطول ما هو وقفين في الباص عمال بقى زي ما انتوا شايفين حب بقى وسلامات شفتوا كورة بسيطة كورة بسيطة طربيها من الفرحة الزيفة وبالك بقى من الأكل وبالك أهله اللي فرحه برضو من المساعدات الغذائية اللي عتشيله تشيل من على دماغهم هم التفكير في الأكل كل يوم عشان كده مساعدتكم فعلا بتعمل فرق دولار واحد ممكن يغير حياة شخص لمدة شهر ممكن يكون سنة ممكن كل العمر فعلا محدش عارف فما تستصغرش ولا دولار ورابط التبرو هتلاقوه في حسابتي